السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا جميعا وكيفكم؟ إن شاء الله تكونوا صحوا الخير والعافية بهذا الفيديو يا صاحبي حبيت خبر ناس أو أعلن بهذا الفيديو هذا أنه أطلقنا دورة تعليمية جديدة خاصة يعني الناس اللي بتعرفني أنا عندي دورات تعليمية خاصة بالبيع على أمازون وكانت مخصصة للناس اللي قاعدين بألمانيا أو بالدول الأجنبية أو الدول الأوروبية ولكن بما أنه أجاني كثير الأسئلة من الناس ساكنة بدول العربية بحق لهم أن يبيعوا بأمازون أو يفتحوا حساب بأمازون يبيعوا بدول الأوروبية ولكن الدورة كانت ليست مخصصة لهم لذلك الدورة عدند عليها لسوينا الدورة محدثة للناس اللي قاعدين بأحدى الدول العربية وبدأت تبيع مثلا بأمريكا أو تبيع بأحدى الدول الأجنبية بألمانيا أو بإسبانيا أو فرنسا أو كيفما كان لأنه الطريقة مختلفة تماما عن الشخص اللي بيكون قاعد بالدولة هاي يعني مثال على السريع أنا قاعد بألمانيا وعم ببيع بألمانيا أو شخص قاعد بأمريكا وعم ببيع بأمريكا غير الشخص اللي بيكون قاعد دولة عربية وعم ببيع بأمريكا أو مثلا قاعد بأمريكا وبدأ يبيع بألمانيا لذلك هاي عملنا لها دورة تعليمية مفصلة مشروع فيها أشياء مختلفة لأنه طريقة إرسال المنتجات نفترض أنت من علي بابا أو من الصين مختلفة تماما عن الطريقة أنت تجيبها لعندك تمام؟ يعني تبعت نصصين مباشرة إلى مخازن أمازون بألمانيا أو بمخازن أمازون بأمريكا في طرق تاني هاي غير اللي أنت يعني متعود عليها أو بتعرفها أنه نجيب البضاعة لعنده وبعدين يبعتها للأمازون لا هاي شيء مختلف تماما لذلك عملنا هالدورة هاي في حال حدا مهتم به الموضوع في منه يبلش فيها تمام؟ طيب طبعا لمزيد من التفاصيل لو حاب أنت لسه تشوف أكتر وتتصفح أكتر هتفوت هتلاقي الموقع هتلاقي الدورات تعليمية موجودة فيه بتفوت تشوف الدورة بالدكية طبعا فيها عندنا دورات إي باي مختصة بالبيع الإي باي بس بالدول الدول الأجنبية أو دول ألمانيا بشكل عام بشكل خاص يعني دورة أمازون العادية هاي الأف بي آ من الصفر حتى الاحتراف هاي للناس اللي قاعد بألمانيا أو بدولي أجنبية وفي عندك دورة الخمسة الخارقة أنا سميتها هاي مكونة من أربع دورات تعليمية يعني طريق مختصر عملي بوصلك لأنك تبلش المشروع هاد اللي أنت بدك تبلش فيه اللي هو البيع الأمازون والبيع الإي باي راح تلاقي فيه كما فوت فحص انت شوي شوف شون هاي الدورات تعليمية اللي راح تشوفوا انتي وفي عندنا هاي الدورة الجديدة من ماك شايفة انتي هي للأشخاص المقيمين ببلد عربي وحبين يبيعهم مثلا ببلد أجنبية أو دول الأوروبية فوت على المزيد من التفاصيل وملاحظ انت شوف الأشياء اللي ممكن تستفيد منها طيب نقطة تانية انا حابب يحكي عنك شوف انتي هون انا شارح هطل عبدا بالتفصيل شو راح تتعلم انتي بها الدورة هاي شوفوا انتي طيب الناس اللي ما بتعرفني هاد حسابي انا عندي على الامازون تمام هاي متل ماك شايف انت هي مبيعات اليوم طبعا باللغة الالمانية انا بيحبها المانيا 418 احنا اللي بترسيلي الفيديو هدا لسه بعد الظهر لسه تقريبا اربعة وشوي 27 قطعة تمام وشايفتنا انتي يعني هاد الشي اللي راح توصله انتي بعد ما تخلص هالدورة هاي وتبلش تير ناس وشباب كمان بتسأل يا حابين يسجلوا وسجلوا عندي بسألوني انه شو سر نجاح يا سباك شو بدي يسوي انا يعني بعد ما هل فعل المشروح ناجح مية بالمية ولا في ام ممكن يخسر اول شغلة رحول لك ياها التجارة ربح وخسارة اي مشروع بتبلش فيه ما حدا في에는 يقلك رح تربح مية بالمية ایزا حدا بيقلك انت رح تربح مية بالمية بالمية اذا ما انه اص واحد بالمية وايزا يتم اتصا و buyer انا قصوا هد بالمية و ذلك وتسع عد من مية بالمية ولا مية بالمية معناه هذا الشيء في كذب التجارة دائما ربح و خسارة تجارة عبارة عن انك تتعلم على انك تستثمر على انك تصبر على انك تحسن وترك و تعمل ابط ناجح إذا انت صبرت على حالك واشتغلت على حالك. غير ناجح في حال انت طليت تفكر بس بالربح السريع وبالغناء السريع والأمور هذا لا هذا الشغل بده صبر وبده استثمار وبده تعليم وأي معلومة تحصل عليها لازم تخليها ببارك وتحفظها أن هي راح تقدمك خطوة لأدام بدون ما تتعلم أي معلومة أو تستفيد من شيء يعني ما راح تقدمك خطوة لأدام. أي فيديو بتشوفه على اليوتيوب أي فيديو بتشوفه على مقالة على شيء يسمى على جوجل ولا دورة تعليمية هون ولا بلازم تتخليها ببالك وتستفيد منها لأن المشاريع بهالأيام صارت بده تعليم منا ليس يعني خلاص سير ببليش وتوكر على الله لا المشروع ليس بهالسهولي هاي تمام هذا الشيء اللي احبيت شارككم فيه على السريع لو مهدم يا صاحبي راتلاقي التفاصيل كله تحت بوصف الفيديو وبأول تعليق ممكن تشوف تفوت تتصفح تشوف الشيء مناسب إليك ولو مهتم وعندك استشارة وحاب لسه تعرف أكتر خبرنا راح تلاقي أولا تفتح الصفحة راح تطلع لك بعد كم سنينة أيقونة واتس أبت ماك شايف انت تحت هون طبعا لا حد يستغرب انه الويندوز عندي عمو مكتوب ويندوز اكتيفيرا يعني الويندوز خاصة مدتوبة لكن انا الى هذا الجهاز الكمبيوتر يعني هذا يمكن اخر يومين الوه جبت جهاز جديد محدس واقوى ولسه الويندوز اللي بدلا ما فاعله راح فاعله الويندوز الجديد لويندوز الف لزال لحد يستغرب يعني انه تارك وانا قبل فترة هي غير مفعل الموضوع بسيط كثير يعني ما أنا معقب تمام يا صاحبي لو مهتم تفرجين تشوفها التفاصيل هاي وخبرني بننسق الموضوع مع بعض الدورة كيف راح تحصل عليها بس قبل ما ننهي الفيديو هذا يا صاحبي الدورة تحصل عليها عن طريق التواصل معه يعني ما في ناك تشتري انت الدورة من هون ليش لانه أنا بدي أعرف مع مين عم يتحامل أنا الطلاب اللي عندي بحب التعامل معاهم شخص شخص واحكي معاهم اعمل معاهم مكالمي لحتى أعرف انا مع مين عم يتحامل وهل فعلا في يعني داعي وانا ما في داعي المهم في مكالمة ام قولة او يعني حديث ممكن على الواتساب او اي شيء كون لحتى اعرف انا عم يتعامل بعدين الخطوات التانية راح تتعرفها يعني لما بتتواصل معي شخصيا تمام ما عم يقول لك انا غلاص فوت انت هون ادفع مصارى ادبر حالك لا انا الطلاب اللي عندي بساعدهم من شكل شخصي كمان في حال صار معهم مشاكل لانه ممكن مثلا واحد يبلش بدورة الكورس البيع على الامازون اللي هو الحادي دولة المانيا فما يفهم شيء او يصير معهم مثلا مشاكل على الطريق او مثلا انا في نقطة من هالنقطة هاي مفهمت انه انا مسلا كيف ادعم الحملة اعلانية بي بي سي ام ولا موضوع الضرائب انا شو اسمه بيخبرني انا بشرح له على السريع مشان انتقل الخطوة البعض لانه الخطوات هاي المفصل اللي انا حاططها هون واحدة بواحدة اذا انت تركت واحدة منها ام مفهمتها او ما عملتها الموضوع ممكن يحمل مشاكل يعني مسلا ما بدك تسجل الماركة ام بالرقستر تبع الشو اسمه هاي البراند او ما بدك تحط انت اسمنا الماركة وتابعت وتابعت وبلشت بعدين انا موضوع معك على الطريقة ام اصلا تقول لك انه المنتج ما حطوط له اسم وهذا الاسم مو اي لكنك شلون بدك تبيعه تمام هاي مسلا احدى احدى المشاكل اللي ممكن صير معك او مثلا واحد مطاع اطاع بطريق الاعلانات ما بدو يفعل اعلانات بالله قد نبيع ما راح تبيع شيء لان بدون الاعلانات اذا ما فهمتها وعرفت تشتغل صح والاكوس تبعك هدا راح تفهمه انت بعدين اذا ما كان واطس جدا راح تصير عندك مشاكل بدون مسلا اداة الهليومتين بالبداي بالبداي كمان يعني ممكن تفهم مع ممكن تشترى المنتج الغرط لذلك انا مفصل لنا هدول مجموعات وخطوة فيديوهار واحد نظري وعملي في فيديوهات عملية بتطبق وراها واحد بواحد لحتى تفهم انت شو تتصرف عرفت كيف لانه نظري ما بفيد بدك اندي كمان عمل لذلك مقسمين مجموعات كاملي لحتى تعرف انت توصل الخطوات الاخيرة اللي هي المتجر والقصة الماركة والذول الاشياء راح تعرف اليوم بعدين به هالدورة التعليمية هاي تمام؟ هذا الشيء اللي حبيت خبركم ليه طويل شوية الفيديو ولكن ما كنا حاسبين عسابه لو عندك اي استفسار او اي شيء كما في انك توترك تعليقك انتي تحت ومن اسفل الفيديوهات بدنا لكم توفيق نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات الجاي والسلام عليكم الله وبركاته